السلام عليكم أصدقائي اسمي فالي اليوم أردحتي على الطائفية لأن هواية مشاكل صارت من أول الطائفية بيني وبين أصدقائي وهواية ناس يعني مو بس آني يعني هواية أصدقائي صارت مشاكل لأصدقائهم الثاني بسبب الطائفية السبب الأول للطائفية اللي هو كثرة الكلام يعني نحن صارنا من الفين وثلاثة أليحد هسه الناس تحكي هذولي باحثية هذولي هذولي روافظ هذولي المادر شنو زين يعني مشو استفادت حكيت هالكلمتين يعني ورح توسطك يعني احنا تهجرنا هددنا مرتين موطلعنا مطلعنا متونسين احنا من العراق ولا حدنا متونسين يعني بس يعني أحسن من العراق يعني اذا نرجع لعراق لا عندنا مكان لا عندنا بيت لا عندنا شي بيتنا مرتين حتى رأيك بسبب مشكلة صارت وهي تشي هالكلام صار يعني احنا ماننا علاقة بالكلام ماننا علاقة بالشغلات شخصية ماننا دحشة على شغلات شخصية صارت بس احنا نحن نحن عن الطائفية يعني 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 مو رح نوصل عادي من الطائفية وعلى فكرة معظم تسعة وتسعين بالمئة من انكم طائفيين تدرون الدليل لو انتم مو طائفية معظمكم تنشرون من الفيسبوك يكتبون لا للطائفية لا أدري شو ما بس او الناس طائفيين على فكرة انتم او الناس محتاج بدون النقاش تسعة وتسعين بالمئة الواعد بالمئة اللي هم هما يعتزلين الحياة عان العالم اللي هما لهم علاقة أي شي عن العالم مفصلين عن العالم دليل انك طائفي ودليل على اني قاني طائفية ستحدث بالموضوع لان لو مطائفي ما تشان حجيت بالموضوع شون نلغي طائفي هاي بلموضوع لو احنا لو احنا مو طائفين مصارو هي قلب لهذا مصار عدنا ككلام وريد نحكي هالكلام بس المشكلة انه شو نلغي هطة الموضوع من رأسنا نلغي موضوع من رأسنا انه ما نحكي بي ما نفكر بي دائما نحاول نفكر بالمستقبل ما نفكر بالماضي عنا صارنا كم سنة نفكر صارنا كم سنة نحكي صارنا نحكي عشر سنين عشر سنين مو قليلة تاري عنا تاريخ عمري عشر سنة ونحكي عمري عشر سنة من صارت الحرب صارت الطائفية صارت الطائفية بدت من سنة 2005 أو منتصف 2005 لحد اليوم نحكي بالطائفية من سنة 2003 لسنة 2013 نحن شهر السابع سنصرف شهر سابع قريبا يعني نحن اليوم اليوم عشر اليوم 13 ستة شهر من سنة 2013 زين اوكي وعدين وعدين صارنا كم سنة نحكي بالطائفية زين احنا شون 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 نلغي موضوع الطائفية من راسنا يعني هسان صارت موضوع ويحنا متجامعة يعني صارت دائما انو ما حاول حكي بالطائفية بس يجبروني حكي على الطائفية لان انو كمثلا كمثلا من صارت في جيبر عراق شفتو يجعلي يقول شفتو ببعض سنة سوا زين اوكي وعدين اوكي يعني انا مسلم انا مسلم انا مسلم ولا انا شيعي اوكي اذا انت شيعي اوكي اعترف بشيعيتك ويقلبك بس موين الناس اوكي لان الشيع هو مسلم واناه مسلم original نحن شبابا انثير و انه مسلم ب لانه مكتوب انا في المملكة انه مسلم انieni مسلم مكتب مسلم مكتب مسلم مكتب مسلم لو كافر مكتب مسلم ما مكتب لاسني ولا مكتب شيعي ما لدي علاقة ما لكم علاقة بالموضوع اصلا اوكي يعني اشارت احتي بعد اكثر عن الموضوع عنهم بعد اين حنوصل احنا بعدين اذا ضل نحتي بالطائفية اذا بعد بعد دول شون وصلت بعد دول وين رح توصل المانيا من صارت الحرب ما الهتلى من خلص الامريكان احتلل الامريikat اعمل هلمانيا انا معترفت بالضبط لكن اعرف اصال خلص بعد ما احتلت المانية خلص يعني مابقى رجال بالبلد بس بس خلاص يعني عندنا وصارت مشاكلهم لم يعني عندما عندما طائفية وصارت عندما علمانيا الشرقية وعدهم صارت الامنيا الغربية بس ما اصارت طائفية مثل النا من خلص شكال اخر انه روسيا احتلت هذا القسم و امريكا ظلت القسم الغربي اخذت القسم الغربي بس بعدين من تسبينات من خلص تفلش الحياة صارت مشاكل بداية ان الشرقيين صاروا عند الغربيين والغربيين صاروا يكرهون الشرقيين بس بعدين قالوا انه ليش اننا نذكر بعض انه شو وين راح نوصل وبعدين يعني خلاص نطور الماني ام مكان انه انه الشي شو في المان الشرقية وين وصلت وين وصلت حسه صارت صارت يعني ما نقدر نقول مثل المانيا الغربية المانيا الغربية هما من من زمن هتلر هما دائما شغالي 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 تطوير 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 بس وصلوا قدروا يطوروا نفسهم ما قالوا احنا الاخبياء ما قالوا احنا طائفين ما صارت عدو مشاي ما حالد راح فجر على الفكرة يفجر بالعراق هو مو عراقي انا متأكد من الشي مليار بالمئة لو عراقي اشتحل حيسو هاي الشي ليش حتى لو عراق هو ليش دي فجر طبعا صارت طبعا اكوا 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 ناس صارت وكتلة اخوها اعرف ناس يزيدين صاروا اسلام صار اخو اليزيدي راح كتله ليش صار مسلم بس ليش سوا هايتي انا اعرف ناس ما يحتاج اقول منو صارت انا يعني شخصيا انا اعرف ناس صارت يتش فيهم صار مسلم اللي صار ايش بتدرون هذا ليش هذا انا يسمي هذا مريض نفسي عنده عنده خلل جينات مالته لانه مو مريض متان يسوي ايشي قلت لك انا اللي بقلبه يحتي بالطائفية يظل طائفي طول عمره بعمره ما رح يستطور ويصير مثقف شوف بس احتي لكم شغلة صار اللي الانه اللي يحتوم طائفية اوكي دائما تشوفهم يعني منغلقين حول الناس بس يعني حول مجتمع واحد مو عدة مجتمعات يعني هوني دائما نحاول محتي بالطائفية ولا فكر بالطائفية قلت لكم انا حياتي كلها سيارات او فكر شي اسمه سيارة ما فكر شي اسمه انسان انا فكر شي اسمه سيارة يعني اكو ناس تروح تحتي يعني ايش يريد يحتيو ابنيها لا انا اريد حياتي احتيوها سيارة حياتي انو انا من اضوج اطلع شغل السيارة افتر بيها اتونس ارتاح نفسيا قلبي يرتاح من نسبة لي اكو ناس مثلا يحبون يقرون يكبش الكتاب يرتاح من يقرأ اكو ناس اتونس انت بترتاح انت احتيو طائفية ايه ترتاح انت احتيو طائفية تحس دي مرتاحت انا احتيوه طائفية سينو بعد حيات choice استفاديت طائفية اح تخرب بلدك رح تخرب نفسك رح تخرب اصدقائك يعني انت انت اوين توصل بطائفيتك صالي شاك الي حتياني صالي سبع دقائق وين وصلنا بالموضوع اي سبع دقائق ثمانيو واربعين ثاني سعوه وأوربعين صارت ونصلنا نحن صارنا سبع دقائق ونحن موصلنا النتيجة النتيجة انو ما تحتش بالطائفية تلغي طائفيتك لو صلق انت طائفي ما تنشر المشروات على الفيسبوك ما بعه ذول السنة وبعه ذول الشيعة وبعه ذول الخرافة ومناكر ما دل منه اوكي بعه ذول البعثية احنا ما خصنا بهم احنا احنا ما اننا علاقة احنا ما اننا علاقة بالموضوع يعني احنا ما انتطور بلدنا احنا ما انطور بلدنا انتفكر بشي ايجابي انتفكر شي سلبي رح نرجع لي الورا ورح ننتقدم بعد انتقدم الصورة توضح من نرجع وراء تغوش ليش شي طبيعي كل ما ترجع لي ورا كل ما تفكر صلبي كل ما تغوش الصورة كثر كل ما ما تشوفوني اوضح شفتو شون يعني دحت شي شي قدابكم ودري اصير ما دحت شي عمكي ممكن لدينا شيء مستحيل أن تشاهده لا تشاهده أخبروه أخبروه لنرى أوضح أرجعي وردك أخبروه لنرى شيء جيد لنرى أوضح إنما الآن أتوقع وردت ستسمعني أوضح هذا الشيء السلبي هذا الشيء الإيجابي تقدر تفكر حياتك وتغير حياتك بنفسك بإنكاميتك بمخك يعني أنا صديقتي يدرسون هندسة بس تفكيرهم طائفي 100% هندسة وطب وغيرهم ويعرفون نفسهم إذا انتا شافوا الفيديو رح يعرفون نفسهم رح يقولون ليش ده احتي عنه لنا ده احتي عنكم لانتم طائفين وانهم طائفي بس أنا ما حركت طائفيتي حتى ضدكم لا بالعكس حركت ضاق حركت الموضوع الطائفي ضد الطائفية حتى ما اصير طائفي في ذا مدشون ما عني شيء يقوله ثاني يعني أنا أشعر دي أقول أنه نصيح لكم أنه حاول لتفكر طبعا مستحيلة بالذات بالعراق يعني مستحيل ما رح تفكر بالموضوع هذا مستحيل أنه تحق قعد جماعة شباب أو شي من نفس طائفتك مستحيل ما رح تفكر مستحيل ما رح يصر حدش طائفي بس الشون تحلى هذا الموضوع يعني عدة قاعدات صارت يسألوني ليش يتشي الشيعة وليش يتشي السنة أقول رجان أنا أنا من واني أقول لي أنت فادي أقول لي أنا فادي أنا عراقي تريد تحكي على عراق حكي على عراق لا تحكي على الطائفية حسنًا إدى أحكي الموضوع طائفي رح يزيد الغل عندي ممكن ممكن أضوج ممكن أنت حد تطلع شيعي ودائمًا يسألوني يصير يش موضوع يعني أبأ لا أرجان يعني إذا تحكي على موضوع عدة يتشي روح الله وياك ما أحكي لك لأيش تتحكي لأيش تتحكي لأيش يشك اي بس صحيح سدنا الموضوع انه الموضوع على فكر احنا عراقين هل النخوة والطيبة محتاج نقاش يعني ما تقول عراق اهل النخوة والطيبة ايش العراق اهل النخوة والطيبة فما تفكر الكلمة شيعي كلمة سني هذا ألغيها من حياتك سوي لها اكس اكس تفكر بشي اسمه مسلم فكر كإنسان فكر شون طور قدراتك فالشق قدراتك الذاتية شون طورها فاد ومنعدها يعني روح سوفت شي يعني انا دائما حياتي دائما احاول اطور بشغلة اطور بشي وعلى العلم دراستي فالشق مفالح بس اطور اوكي مفالح بدرستي بس فالح بشي ثاني اطور شي ا اسوي شي اخترع شي اتعرف على الناس حتى اتعلم ان ايدهم شي يعني بدل ما اقول انه هذا شي اي ما استفاد انتعرف عليه بالعكس اروح عليه وتعرف عليه واستفاد من عنده واخذ خبرته اخذ خبرته بالحكس أخطأ، بل أنا أستفاد، من هو الأنزة؟ أنا أستفاد هذا ما راح تشيب الموضوع بعد أكثر من هي شيء وياريت، تبطلون تفكرون الطائفيتكم تلغوا الموضوع الطائفية من حياتكم وأنا أدراً راح يبقى الموضوع وراح يستمر أو راح يحكي عشر سنوات بعد بالعشر سنوات الفاتت، يعني راح تبقى ضعفها تبقى الطائفية موجودة عدتكم بس تقل يعني حاولوا تقللوها أنو من تقعدون بتجمع أو شيء شباب رجان، إحنا جاينا نتوانس ما راح ندى إننا نجحنا موضوع الطائفي حتى لو قاعدين بجلسة دينية أوكي، شباب إحنا قاعدين ترى جلسة دينية ما أنا علاقة بالشيء يعني أنو جاي نذكر الله، ما جاي نذكر ما جاي ننكفر، استغفر الله يعني جاي نذكر الله يعني ما يحتاج نذكر هذول يباع هذول يسوا بنا باع هذول يسوا بنا من تحكي شنو موضوع الدينية عن الرسول، عن القيمة، عن أخلاقه، عن الصحابة رضي الله عنهم نحتاج لكفر منها لكم إن شاء الله، ما تفكروا من هذول موضوع طائفي وتحسنوا من ذاتكم وقيمكم لأننا نحن مستوان أن نحكي به الطائفية ولا من مستوى يعني أن نسوي هذول فيديو وحكي عن الطائفية مستوى أن أطور من قيمي وذاتي ودائما ثلما يقول أحمد الشقيري، دائما يقول كل شيء احترم هذا الشخص دائما يقول اطوروا من ذاتكم إذا ما طورنا من ذاتنا وما طورنا من قيمنا ما رح نوصل النتيجة إذا ما طورنا البلد شوفوا دائما هو سعودي ويحتي على سعودية ليش؟ لأن يعرف أن السعودية مو ذاك المستوى المطلوب من راح لي اليابان من راح الكوريا من راح يمكن التايلان همينا شوف الفرق ما نوصل إلى النتيجة إذا نحن على التفكير نحن على فكرة تسعودي نفس التفكير نخليش كله نفس التفكير بس حاولون يطوروا من نفسهم يعني الحمدلله والشكر عايشة بمجتمع جدا يعني الحمدلله والشكر الشيخ زايد ما داعا أنا ما أريد أمدح بس أنا أحبه الإنسان الله يرحمه الشيخ زايد الله يخلينا شيخ محمد بن راشد أنا مدا أمدح شخص أنا أحبه ليش؟ لأن طور من بلده ما فكر بالوراء ما فكر أنه بلده كان صحراء وعلى فكرة هو يفتخر أنه بلده كان صحراء قاحلة ووصل لأعلى مرتبة بالعالم أعلى مرتبة بالعالم أمه يعني يعني من يفكر على فكرة تفكيره العربي تدرش تدرون شنو تشان أنه من واحد يقول يشوفون يقول العربي باع هذا يا أخي تكرمون يعني بأن هنا أحل أن نتِقول العربية أووو دبي شوف تشون وصلٌو؟ يعني هنا ما تقول الآن نتُقل كلمة الإمارات العربية المتّحدة كأنه إذا تقول بنتمثل عرب كلهم يعني ما يحتاج نقاش أكثر محتاج نقاش أكثر بالمشور يدامًا يحاول شيخ محمد بن راشد يدامًا نحاول هو طور منه مو بس بس بلده كل شيخ الإمارات تلاحظوا فكرة لو Kontش بame مائشة إنهم ي energized، الله يرحمه دائما يتعلمون هالشي من عنده يعني دائما لو تشوفون النصائح والقيم والشيخ زايد الله يرحمه يعني تفكيره انه مستحيدة تقول انه هذا عربي اه مو تفكير عربي هذا تفكير واحد صال قرون عايش على وجهه اوروبي على امريكي دائما تفكيره مستقبلي مستقبلي مستقبل يعني احنا تفكيرنا العرب عادة تفكيرنا مجرد يوم يومين تفكير مستقبلي وانا محمد بن راشد تفكير هسه يعني اقل شي 30 سنة لقدام قيلت شي اقل شي هذي حتى امريكان تفكيرهم مو تشمون 30 سنة يعني عدهم تفكير مستقبلي جيد وان ما اقول لكم لا بس عدهم تفكير يحتاجون يطورون يعني يعني موثل يعني شفتش محمد بن زا يعني شيخة محمد بن راشد من شوفون يسوي مشروع او من شوفون يسوي بروجيكت او فتشي او هذا يشوفون بروجيكت شوفون بروجيكت اكبر من حجبه شوفوا مول دويش كبره اكبر مول بالعالم يعني انا يدخل المولات مقلة لادخل للسينما اقول ما نحيدخل بيها بس صراحة متو يدخل بيها تلقيها فل شوفوا تفكير مستقبلي لو مساوي صغير كان صار كتل بينما ساووا كتل فل بس مو كتل فخالص بس طوروا من قيمكم من ذاتكم وانسوا موضوع الطائفية ودائما نطوروا من نفسكم واتمنى انه اتمنى انه تكون انه تسوون الشي الايجابي انه تسوون الشي السلبي ان شاء الله يكون فددكم